ابن كابتن حسين السيد موليد كام؟ 2003 تدخلت عشان تأيده في الزمالة؟ هقولك على حاجة برضو ده منتها حضرتها عبد الرحمن بيلعب في المولين في ودي دجلة منهو عنده سبع سنين لغاية لما انضم المنتخب الشباب 2003 مع الكابتن محمود هو كان في القيمة بتاعك منتخب الشباب؟ لا هو خرج وهقولك برضو احد اسباب اللي هي خرجة عشانها لغاية سنتين بداية تجمع منتخب مصر ما كانش حد يعرف عبد الرحمن ده ابن مين في ديها ودي دجلة ما كانش يعرف محدش يعرف عبد الرحمن حسين اسم عبد الرحمن حسين ولا عبد الرحمن السيد عبد الرحمن ساعد يقول له حسين وعبد الرحمن السيد وساعد احيانا عبد الرحمن عفيف لان اسم العيل عفيف فما كانش حد يعرف انه ابن حسين السيد لغاية تم راح منتخب مصر 2003 في التجمعات فابتدت تتعرف وهو في ودي ديجلة فلغاية وقتنا هذا ابتدت بقى ايه انا لو كنت بروح ماتشاط ولا كنت بتابع انا سايبه مع نفسه ابتدت هتابع وحط يعني عليه في ليه اصدقاء كده قالوا لي لا ده الولد خلاص بقى اللي بنضمه متخب مصر انا غزبا عني ابتدت هروح هتابع واشوف واتفرج على الماتشاط فابتدنا نركز وابتدنا لما روحت نادي الزمالك هو الولد ابوه حسين السيد فهو زمالكوي بالفترة بالفترة اه فانا قلت اللي لا ايه ما ياخدش فرصته هو راجل لعيب منتخب شباب فممكن يكون مستقبل بالنسبة له اي حد بيتمنى لابنه او لأي لعيب كويس او شايف فيه الموهب انه يرقي نفسه هيروح فين غير نادي الزمال اه جلان اه مع جلان وحيلعب في نادي فاخدته دفعته كم ساعتها الحقيقة بصراحة يعني انا بحب حيه هنا كويس انك فكرتيني مهندس ماجد سامي عمل معي واجب وما كانش هو الواحد على فكرة كان معيه علي ابن حسين ميدو اه اللي اتنين دول خدت اندهم وخدت الاستغناء بتاعتهم وهو قال لي طبعا انا ما اقدرش انتوا ولاد النادي اه وانتوا عملتوا للنادي والحكاية المهندس ماجد يعني عمل معي واجب في عبد الرحمن علي ميدو دلوقتي مشي صح مشي ورجع ورجع الزمالك تاني وبيلعب ورجع تاني الزمالك وبيلعب اه فالمهم رحنا الزمالك اه اتصنا في الاقاف اه رح تاخده ومشي وذيته المولين العرب دي قصة عبد الرحمن عشان ما عيفتش تأيده عندي اقاف اقف هيقعد ثمانتوش هركان اه بدون لعب وهو في المنتخب هيخسر مكانه ما انت مش هتقم مش هتلعب مش هتحتك فالاحتكاج ده كان اهم حاجة بالنسبات عشان تفضل بتستمر في المنتخب خرج ليه من قائمة المنتخب دي كانت احد اسباب اللي هتخلينا خش على المنتخب الشباب بصفة عام ايه انا مش هايز اتكلم عشان عبد الرحمن خرج ليه بالتحديد لانه هو خرج احد الاسباب اللي انا رهيلك دي ايه ودي دجلة قبل ما اقول بس اقول مقدمة كده في دقيقتين ودي دجلة من الجيل ده انا ازعلن له جدا 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 لان ده من احسن اجيال للقرى اللي جات مصر جيل 2003 لان انا زي ما قلت لك انا مع عشر من سنتين ايه وتفرجت على كل الفرق من سنتين ودي دجلة ده بس يا كابتن هاني لو تتخيل انت ممكن تتصور انه فيه معشر لعيبة دوليين وكان احسن من الفرق من احسن الفرق في الجيل ده برضو كان بعديه امبي كان فيه بتاع 7-8 لعيبة دوليين ايه وكان الزمالك فيه 8 احنا لما روحنا عملانهم عقود الجيل ده كان عنده بصة اقول لك على الاسامي بتاعتهم انا احافظهم والاندل راحهم دلوقتي كان فيه حارس مرمى